من جانبها قالت الخارجية الأمريكية أنها لم تتلقى التزاما من إسرائيل بعدم مهاجمة المنشآت ناوية في إيران وأضحت الخارجية الأمريكية أن إسرائيل لم تقدم أي ضمانات للحكومة الأمريكية بأن مهاجمة المنشآت ناوية الإيرانية غير مطروحة ردا على هجمها الصاروخية وابدت الخارجية الأمريكية عن أمالها في أن ترى بعض الحكمة في الرد المرتقب كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد في وقت سابق أن واشنطن لن تدعم إسرائيل من أجل الإدرار بالبرنامج الناوية الإيرانية